بالتعاون مع هيئة الحجد الشعبي أقامت شركة نفط البصرة حملة كبرى لتوزيع سلات غذائية متكاملة على عوائل شهداء الحجد في مناطق البصرة المختلفة من خلال قاعدة بيانات أعدت لعوائل شهداء بإشراف موظفين من قبل الشركة وكوادر من الحجد الشعبي تجهيز وإعداد السلات الغذائية ليتم توزيعها على عوائل شهداء الحجد الشعبي في محافظة البصرة قمنا بالتواصل مع الأخوة في هيئة الحجد الشعبي وتم تزويدنا بقاعدة بيانات لجميع شهداء الحجد الشعبي في عموم المحافظة ولهذا اليوم أكملنا عملية التجهيز وستتم عملية التوزيع ميدانيا في عموم المحافظة سلة غذائية متكاملة تتكون من 20 حصة وبدعم مباشرة طبعا من شركة نفط البصرة متوزع على مناطق البصرة الشمال البصرة والأقضية والنواحي ومركز البصرة أكثر من ألف سلة غذائية من المؤمل أن يتم توزيعها خلال فترة أسبوع تضم مواد غذائية مختلفة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وسيكون هناك مخولين من قبل الهيئة بالإضافة إلى مخولين من قبل شركة نفط البصرة والإشراف على التوزيع لهذه السلال السلال حقيقة هي تحتوي على 20 مفردة حرصنا على أن تكون من أفضل وأجود أنواع المواد الغذائية الموجودة في مائدة رمضان المتعارف عليها ضمن ثقافة مجتمعنا الفعاليات مستمرة لتوزيع السلال في شركتنا خلال هذه الفترة للأيام القادمة إن شاء الله لا شك بأن أزمة جائحة كورونا ألقت بظلالها على الحياة التجارية والاقتصادية في البلاد ما سبب صعوبة لعدد كبير من العوائل المحتاجة لتأتي مثل هذه المبادرات بين الفينة والأخرى لتساهم ولو بالقليل في المساعدة لاجتياز هذه المرحلة الحريجة أيثم هاشم العراقية الإخبارية البصرة ترجمة نانسي قنقر